مرة تانية يا عزام شاهديني اللعيب على ام سي مصر معنا واحد بالنجوم مصر نجد من مصر ملك النص الكابتن فاروق جعفر لنا سعيد جدا جدا نهو معنا النهاردة من خلال اللعيب قيمة كبيرة في الكرة المصرية كابتن فاروق منور الدنيا شكري نوهيب ربنا يخليك عامل ايه الحمد لله تمام يعني توفيق يعني وبرنامج يشرح يعني الله يخليه ربنا يخليك يعني ليك طالة كده دايما كده ما شاء الله يعني ربنا يخليك هكوم الكرة المصرية اللي يتعدوا على الصواب يعني ما بنجي نتكلم على الكرة في مصر بنقول كابتن فاروق جعفر كابتن حسن شحاتة كابتن خطيب كابتن مصطفى يعني الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية جاهز معنا النهاردة مش هنضيع بقى وقت كان عندي خبر على محمود كهربا محمود كهربا النهاردة كان فيه شؤون قانونية بتحقق معاه وهو الراجل الاعتذر وقال لك أن أنا يعني وانا خارج كان فيه سباب لي ولأسرتي وأنا مسمحش بالكلام دوة يعني حاجة دايق وشايفي أن الموضوع راح لرئيس النادي المستشار مرتضى منصور هو اللي هينظر فيه الأمر طبعا بسم الله الرحمن الرحيم أنا عايز أتكلم الأول على كهربا وإن إحنا من نجي نعاقب واحد هنعاقبه ماديا ولا إقاف ونحرم الفرق منه بقدراته ومكانياته كلام مصبوط وكان هو غلط في حق الجماهير فجماهير الزمالك أي جماهير وجماهير أهلك كل الجماهير بتاعت مصر هي اللي بتعمل اللعي بقى فكهربا النهاردة اعتذر لجماهير نات زمالك من خلال أمير وسترم السشار مرتضى قاعد معاهم واتكلموا معاهم وطبعا ده كان وجهة نظر يعني ده الكلام الاحترافي متكلم عن الاحترافي يعني أنا اللعيب ممكن يعمل أي مشكلة طبعا أنا ححرم يعني ححرم الفرقة من قدراته من إمكانياته من كفاقته من خبراته وبعدين ما أقدرش ما لايش البديل بتاعه دي تعمل مشكلة أن كهربا على طول بيلعبه وكهربا بيجيب أهداف يمكن في فترة آخرة كان مشكلة أو لحاجة لكن هو اللعيب عنده خبرات بشكل كبير جدا أنا شايف أن القرار بتاع مجلس إدارة قرار صائب كواقعي نعاكب اللعيب نحن بنعاكب النادي أكتر من العاكب اللعيب إيه القرار بقى اللي هياخد المستشار المطالب إنه بكرة البيان حينزل اعتذار لجماهير نادي الزمالك بكرة بيان طبعا جماهير نادي الزمالك دي حاجة جديدة دي بقى بيان النار ده دي بننفلد بها يعني إنه في بيان من كهربا بكرة إن شاء الله في بيان من محمود كهربا اعتذار رسمي لجماهير نادي الزمالك ودي حاجة محترمة جدا وإن دلت تدل إن في إدارة طبعا وخلي بالك برضا كان عايزة أتكلم أنا تعرف أنا ما بحبش المجاملة وما بعرفش أجامل نعم نعرف يمكن نادزة مالك فتراته القليلة جدا في تاريخ نادزة مالك لانت تحس نادزة مالك بقى كائن كبير يعني بقى أي حد حتى ما بيتاخد قرار ضد نادزة مالك أو مع نادزة مالك الناس دلوقتي تبقى عاملة حساب نادزة مالك بشكل كبير الإدارة دلوقتي إدارة قوية بتقدر تتفاعل مع الأحداث أنا ما بتخبيش حاجة عن النادي فبرضا إحنا في النهاية يعني إحنا كمصرين يهمنا الاستقرار في الأندية وخصوص الأندية الكبيرة وأنا شايف إن قرار المجلس إدارة إن كان قعد مستشار وأمير مع قهربة فالقرار صائب وإن كان هو أخطأ في حق جميل نادزة مالك فهو بيتأسف لجميل نادزة مالك جميل نادزة مالك هي أول أهل أو أيها زي ما بيقرر كلمة تاني يعني هتبقى عقوبة مالية هتبقى عقوبة مالية بس طبعا عقوبة مالية ما لازم يبقى فيها عقوبة عقوبة كهرباء زي ما قلنا عقوبة مالية فقط أنا قلت كده في الإنترو وده كلام منطقي جدا إن إنت ما بتحرمش النادي وإحنا كمان في توقيت إنت محتاج المكسب إن شاء الله في المبرار اللي جاية والتركيز اللعيبة والغيابات تؤثر على الأداء إن إنت عندك طريق حمد مش حيلعب يؤثر على الأداء ممكن محمود علاء مجهز بشكل كبير يؤثر على الأداء فأنت مش محتاج بقى في كل خط هتخسر واحد يؤثر بشكل كبير على الأداء أنا شاف إن يعني ممكن نشوف كهرباء في مبارات بيتر أثليتكو أعطوا كده أعطوا كده طبعا أنا ما عرفش لكن أنا كنت حاسس إن مستر جروس مركز إن هو يبقى كهرباء موجود وإن هو يعني ده حاجة في العرف وكرة في الاحتراف أنت تخسم اللعيب الفلوس اللي أنت عايزها لكنها تقعدوش صح وده العرف الموجود وده الاحتراف طبعا